فجر جديد بزغ على هؤلاء الصيادين بعد قرار لوزير الزراعة غازي زعيتر يسمح لهم بإعادة استخدام جروفة البر مع أنهم يدركون مضار هذا الأسلوب من الصيد على الثروة السماكية إلا أن أحوالهم المعيشية دفعتهم إلى الترحيب بالقرار بعدما كانوا يطالبون به نحن هذا القرار نحن معه لأن أول شيء نحن إذا ما أخذنا السمكات الموجودين على برور عم بيموتوا أول على آخر عم بيموتوا بمغاسل الرمل الموجودة واللي عم بقوله هو ضد هذا القرار يقوم ضد مغاسل الرمل اللي هي عم تقتل البزري أساسا يا خيتاب نحن مع المنع بس شو هو الشيء اللي أنتم قيمين عليه له المنع بهالطاويد يا طرى كافي عم تشوفوا كافي وين الطبابة تعيط الصياد والبطاقة الصحية ليش نحن باللبنان منسيين مثلا الصياد في مقابل ذلك فأن كثيرا من الصيادين يرون في قرار كهذا حكما بالإعدام على الثروة السمكية وهم يفضلون الصيد المستدام على الربح السريع بتبيض بتقضي حالة إعدام للبحر بتقضي على بزرة السمك من الصغيرة للكبيرة اسمها جروفي بتجروف كل شيء يعني ما بتخلي لا الموسم الجاي ولا اللي بعده يربق أبدا نحن أساسا كبحرية ممنوع في بوجبعض لأنه مصلحتنا وحدة ولأمة عيشنا وحدة بالعكس حتى البحرية أساسا بيعرف أن الجروفي مضرة لألن حتى الآن قرار الوزير الزعيتر ما زال شفهيا في انتظار توقيعه قرار آخر يشبه إلى حد كبير بشكله وضراره الإذن الشفهية الذي منحه وزير الداخلية لأصحاب المرامل وسبب ما سبب من ضرر لا يعوض فهل قرار زعيتر استجابة لمطالب بعض الصيادين أم وراء جروفة الوزير ما وراءها نعيم برجاوي قناة الجديد